مع اقتراب العشرين من سفر الطرق الرئيسية المؤدية لكربلاء المقدسة تكتض بملايين الزائرين لحياء ملحمة الاربعين رئيس الوزراء يضع حجر الاساس لمشروع النقط السككي بمنفذ الشلامتشاك وثلاثة ملايين ونصف المليون زائر أجل بيدخل البلاد من مشاركة الاربعين العراقيون يستذكرون انتفاضة صفر الخالدة في مواجهة نظام البعطي ويستحضرون دور شهيد المحراب في الانتفاضة أهلا بكم مشاهدين نبدأ بهذا الخبر حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني القطعات الأمنية في محافظة الكاركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيرية الشغب في المحافظة كما شدد السوداني على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كاركوك ومن أي جهة كان وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية ووجه القائد العام للقوات المسلحة بفرض حظر التجوال في كاركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق ودع جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كاركوك في مشهد إيماني ولئين يواصلوا أتباع أهل البيت عليهم السلام مسيرهم صوب مدينة كربلاء المقدسة لحياء ذكرى أربعينية لإمام الحسين عليه السلام الزائرون يحطون للخطى صوب قبلة الأحرار وسط السفار الأمني وخدمين فيما انتشرت أسرادقات والمواقب الحسينية على طول طريق الزائرين لتسخير كل إمكانياتها وطاقتها لتقديم الخدمات من مأكل ومشرب ومنام حتى وصولهم إلى كربلاء المقدسة حيث برقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام وصورة عدرب ونجاة مختلف مختلف لو مات واحد بالدرب ويخلق لك بدالة ألف لو مات واحد بالدرب يخلق لك بدالة أسمح لأمير قنشتك أسمح أسمح مع اقتراب العشرين من صفر ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام شد البغداديون الرحالة صوب كربلاء المقدسة لإحياء شعيرة الأربعين حيث ابتلأ الطريق المؤدي إلى كربلاء المقدسة الجنوبية العاصمة بغداد بجموع الزائرين الماشين على الأقدام ومع انتشار المواكب الحسينية لتقديم الخدمات إلى الزائرين إضافة إلى انتشار القوات الأبنية لتأمين مسيرة الأربعين عام بعد آخر يزداد عدد الزائرين الذاهبين سيراً على الأقدام من العاصمة بغداد إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ترافق هذه المسيرة المليونية خدمة ليس لها مثيل من مأكل ومشرب ومنام يقدمها أصحاب المواكب الحسينية التفاصيل في تقرير صباح حكيم طوفان بشري على الأقدام ينظي نحو الحسين من مدن البلاد المختلفة ومع تقاطع الطرقات واختلافها وتعرجها أو انبساطها تجدها تحتضن الملايين من الزائرين المتوجهين لمرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام لإحياء ذكرى الأربعين ترافق الزيارة صور يتباهى بها العراقيون عن خدمات تقدمها مواكب حسينية أغلب أصحابها من الطبقات الفقيرة لكن ستجد عندهم العجبة بإمكانيات وخدمة توفر على مدار الساعة كل شيء من مأكل ومشرب وأماكن استراحة وأنواع وأصناف من الطعام لا تعد ولا تحصى والسر في التقبل الإلهي وبركات الحسين عليه السلام توصف زيارة الأربعين بأنها أكبر حدث عالمي دون منازع سواء بأعداد المتوجهين والمتجمعين في بقعة واحدة على الأرض أو العمل الطوعي الخيري الذي يديره الناس وبشغف كبير منذ سنوات وتكون الإدارة والتفاني لخدمة سيد الشهداء هي المحرك الأساس بتهيئة الظروف لديمومة الزيارة وبهذه الأعداد الهائلة فتقليل عناء المسير وإعانة الزائر على تحقيق الهدف وهو الوصول لكربلاء لا يمكن له أن يكون إلا بصورة الخدمة الرائعة التي يقدمها العراقيون على طول طرق مسير الزائرين كل ظروف الحر والبرد نحن نقدم الزوار من الصبح إلى آخر ساعة من الليل مستمرين بخدمة الزوار وما في لهم مساء للراحة يريد تراحة الظاهرة يبعد يصلي يتعرف الساعي وبعد ينطلق يتغدى ويكمل خير من الله خدمة مدرشين والعالم متهم متهم فلوس وهي تروح أكل خير من الله المواقب خير من الله يعني ما مقصرها العالم نعمة الحمد لله والشكر الأمواج البشرية التي تحيي الأربعين لا يقتصر قدومها من محافظات العراق فقط فمعابر البلاد لا زالت تستقبل مئات الآلاف من الوافدين إلى البلاد ذي المشاركة بالزيارة وفق تسهيلات كبيرة تقدمها الجهات المختصة سنوات تلو الأخرى يسخر طريق الإمام الحسين بفعاليات دينية وخدمية لن تجد مثيلا لها في العالم أجمع من طريق السائرين صوب كربلاء في العاصمة بغداد صباح حكيم الفرات متواصلون مع شبكة مرسلين المتشرين في الطرق المودية إلى كربلاء المقدسة نذهب إلى بوابة بغداد من طريق الزائرين من هناك ينضم معنا مرسلنا حسين ياسين ليضعنا في الأجواء مرحبا بك يا حسين كيف هي انسيابية مسير الزائرين من بغداد إلى كربلاء المقدسة أهلا المسلم تحية لك وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يعني ما يتعلق بالمكان الذي نتواجد فيه وهو بوابة بغداد الجنوبية هذه البوابة تعتبر نقطة الالتقاء لجانبي الكرخ والرصافة باتجاه قبلة الأحرار وطريق كربلاء المقدسة أضف إلى هذين الجانبين من العاصمة أو الشريانين هناك محافظات عدة تحط الرحال في العاصمة بعد إداء فريضة الزيارة للمان موسى بن جعفر عليه السلام ومن ثم تسير باتجاه مدينة كربلاء المقدسة وهي كل من محافظات صلاح الدين وكركوك ومحافظات كردستان إضافة إلى محافظة ديالة المسير مستمر مسلم والتدفق هادر والعداد في تزايد كبير يعني حتى اللحظة مسجل تدفق واسع وكبير وهناك انسيابية ترافق هذا التدفق إضافة إلى المعابر كما ذكر زميلي صباح في تقريره في زيارة عالمية واستثنائية في ذات الوقت وأيضا المعابر الحدودية من هذه الجهة الشمالية تشهد توافض كبير لأزاري ومن ثم المرور من هذا الطريق الذي يؤدي إلى مدينة كربلاء المقدسة طبعا مرورا بعدد من المناطق وعدد من المحافظات لكن بالتالي مسلم نستطيع الجزم إن الزيارة هذا العام ستكون استثنائية ما يتعلق بمستوى الأعداد وأيضا استثنائية في مستوى الخدمات واستثنائية في مستوى كل شيء باعتبار أن هناك حجم مشاركة واسع وهناك خدمة واسعة وهناك لطف إلهي وإن كانت درجات الحرارة عالية لكن مسلم الهمة عالية المشاهد الحسينية الولائية الصادقة لله والمتمسكة بعترة آل البيت عليهم السلام ما زالت موجودة في أشارة حجم الوعي حجم الإرشاد سواء كان من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية إضافة إلى الزائرين والجهات الساندة لإنجاح هذه الزيارة حتى ما يتعلق بإجراءات الحكومة التي وضعتها لموسم الزيارة هذا العام يعني كانت إجراءات إلى حد كبير فعالة من خلال انسيابية حركة المركبات انسيابية حركة الطرق التي خصصت لمسير الزائرين وإن كانت الأعداد ضخمة لكن هناك انسيابية قد يحدث بعض الزخم في منطقة وبأخرى هناك خطط موضوعة لاستيعاب هذه الزيادة في الأعداد ومن ثم تفويج الزائرين تباعا إلى مدينة كربلاء المقدسة سواء سيرا على الأقدام أو من خلال وسائط النقل نعم حدثني عن حركة المرور داخل مدينة بغداد باعتبار أن مدينة بغداد أهل أهالي مدينة بغداد شدوا رحالهم إلى كربلاء المقدسة حركة المرور وسير العجلات داخل المدينة كيف هي؟ داخل العاصمة مسلم داخل العاصمة بغداد يعني نستطيع الجزم وأي مواطن أو أي مشاهدي الآن يستمع لنا وينظر لنا يستطيع التأكد أن الحركة القطوعات لم تتم في العاصمة بغداد سواء في سريع الدورة يعني كان هناك يعني أحد الممرات أحد الممرات الطريق كد أغلقت بسبب الزخم الكبير للزائرين والممر الآخر خصصة للعجلات بالتالي كل الخطة الموضوعة لم تشهد أي قطوعات في العاصمة بغداد بالتالي هناك انسيابية في حركة المركبات وانسيابية في حركة الزائرين حتى ما يتعلق بالعطلة الرسمية التي أصدرتها الحكومة الأربعاء والخميس المقبل كانت هناك ردود فعل بأن ستكون هناك قطوعات كيف يستطيع الموظف أو الذي يعمل للذهاب استطيع الجزم أن الأمور ستسير بشكل انسيابي باعتبار أن الخطة موضوع خطة محكمة وبالتالي هي بغداد أصلا مسلم حزينة وستشارك بهم عالية من خلال الجموع الخفيرة التي نشاهدها أعتقد أن بغداد الليلة ويوم غد ستكون شبه خالية من ساكنيها وتذهب لتعزي صاحب العصر والزمان بذكرى أربعينية الإمام حسين عليه السلام وهل بيته الأطهر شكرا جزيلا حسين ياسين مراسلنا من طريق بوابة بغداد طبعا نشكرك جزيلا شكرا أمضي منك إلينا اشتركوا في القناة من دون كلل أو ملل وبسخاء نابعا من قلوب مليئة بحب النبي وآله الطيبين للطاهرين يبدو أصحاب المواكب ما بوسعهم من أجل توفير مختلف الخدمات للقصدين إلى كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام نورا سعيد رصدت واحدا من آلاف المواكب لتضعنا في الصورة لنتابع يتغير الطقص ولا تتغير مشاعرهم ينبذ زمن إلى غير رجعا وهم يرجعون بعزيمة لا تلينة ولا تخضع ينثرون أعمارهم بعمر الورود وبعمر أشجار السدر المعمرة ينثرونها بسخاء على طريقان يؤدي إلى حيث الخلود يرحبون بالضيف حتى إذا أقام ثلاثة دقائق بدل ثلاثة أيام من الله تجيش خدمة ربانية يعني تخدمين تخدمين هم بعد إحنا كليتنا خدام للحسين وموكبنا لبا وفضل العباس قدما نوزع أكثره وش قدما نجيب أزيد خيره ومننا 24 ساعة مستمرين وجبة غدا وجبة ريوق حبو الحسين جنننا يقول تاعد فضل الزوار ترى هذا مو يبقى مبالغة ولا يروي رياء أقف الشيب داخلي يدفع على هذا الشيب وخدمة إن شاء الله 24 ساعة السهلة بعبد الله إحنا تربينا على هذا الشيب بعزوان يقدر يعني ننتظر ننتظر سنة يجي هذا اليوم حتى نخدم به وما نتعب الحمد لله وشكر الروح تعب أنا بس نقعد نشطر عزم لا يلين همة لا تكل إصرار لا يمل كرم لا يتكرر جود متدفق نظرات حالمة قلوب مرحبة حقول مؤمنة هذا المشي إن شاء الله هو يعني من واجب والله أنا هاي سالي عشر سنوات لأن أطلع منها أطلع منها جف الكربلة وأمشي بقوة الله وآل بيت محمد أشوف ديل عن ديل يزداد ما يكون تعب إن شاء الله ننشنه بنية القلب منذ أول قدم سارت على هذا الطريق وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ستتكرر هذه الوجوه عاما بعد عام وجيلا بعد جيل وهم يؤدون الطقوس نفسها والكرم نفسه والأيمان نفسه لا تغيرهم الأنظمة ولا الأزمنة إنهم ثابتون في زمن متقلب إنها قضية حياة أو موت قضية إثبات ذات وهوية إنها معركة مع النفس وسط حرارة الشمس اللاهبة التي اكتفت بمراقبة هذا المشهد العظيم نورا السعيد بغداد الفراد وضع رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني حجر الأساس لمشروع الربط السكاكي بمنفذ الشلمشة في البصرة رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لمشروع الربط السكاكي بمنفذ الشلمشة في البصرة لنقل المسافرين وزاري العتبات المقدسة بين جمهورية العلاق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر السوداني أكد أن مشروع الربط السككي يشكل ركيزة في بنية الاقتصاد الوطني وقال خلال كلمته في احتفالية وضع حجر الأساس نقل المسافرين طبعاً بين هذا الربط السككي بين العراق وإيران قال أن القسم الأكبر من الزوار كان من إيران وشدد على أن الربط السككي عبر بنفذ شلامشة وهو حلقة من حلقات متعددة معرباً عن أمله بأن تبتد لتصل إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وفي عموم المنطقة أن الربط السككي عبر منفذ الشلامشة هو حلقة من حلقات متعددة ستغذي التواصل وتعبد الطريقة أمام مشاريع ربط سككي مشابه حيث نعمل أن تمتد من خلال هذا المشروع لتصل إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وفي عموم المنطقة أيضاً ضمن رؤية اقتصادية مدروسة وعلى مراحل وهذا هو الركن الأساس في تنفيذ هذه المشاريع الستراتيجية الحضور الكريم لقد تبنت حكومتنا مفهوماً اقتصادياً يعتمد على التواصل والترابط والتشارك وتجسدت فيها الرؤية للمضيء بمشروع العراق الأهم طريق التنمية الذي سيوفر فرصاً كبيرة للتحولات التنموية بعد اكتمال ميناء الفراو والمدينة الصناعية الملحقة به من جانبه وصف النايب الأول لرئيس الجمهوري الإسلامي الإيراني محمد مخبر المشروع خط سكة حديد شلمش البصر بأنه خط خطة ستراتيجية لإيران والعراق وتحول في المنطقة منطقة غرب آسيا وأضاف أن المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية المشروع الذي نحن واليوم بصدد الشبوع به نقطة تحول ومعززة لإيجاد الدافع لتعزيز العلاقات بين الشعب الإيراني والعراقي إن شاء الله هذا الممار يساعد على تنمية العراق الذي يحظى باهتمام بالغ بالنسبة لنا وكما أشار دولته إن شاء الله هذا الخط سوف يصل إلى كربلا والنجف والمواطنين يصلون إن شاء الله بدون أي جهد إلى الكربلا والنجف وهي كعبة الآمال لكل الشيعة ليس لكل الشيعة فحسب كل المسلمين نحن نرى في هذا الطريق سواء في إيران أو الإيران عندما ننظر يأتون من كل المذاهب ومن كل الأديان أيضا يحضرون في هذه المسيرة أعلن رئيس وهيئة المنافذ الحدودي عمر الوائلي عدد الوافدين والمغادرين من نزارين عبر المنافذ الحدودية وقال الوائلي إن عدد الوافدين من الزوار الإيرانيين والجنسية الأخرى حتى الآن بلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف زائر أما عدد المغادرين من العراق إلى بلدانهم حتى الآن فقد بلغ مليون زائر وأضاف أن منفذ زرباطية كان من أكثر المنافذ المستقبلة للزائرين حيث شهد دخول مليون وستمائة ألف زائر وأشار إلى أن مطار النجف كان أكثر المطارات استقبالا للزائرين حيث استقبل دخول مئة وستين ألف زائر زار وزير أو ما زال هناك الألاف من الزوار الإيرانيين يتوفدون من منفذ الشلامشة ليداء الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة الجهات الإيرانية المسؤولة أكدت أن الإجراءات في المنفذ تسير من صيابية عالية ودون أي معويقات مشيرة إلى أن جميع الزائرين يخضعون للتدقيق للتأكد من جوازاتهم الرسمية ولفتت إلى تقديم واجبات الطعام للزائرين وخدمتهم يشار إلى أن منفذ الشلامش يأتي بالمرتبة الثانية بكترة أعداد الوافدين الإيرانيين بعد منفذه زرباطية أجورك في جورك في حشبك على الزقال زار وزير الداخلي عبد الأمير الشمري محافظة النجف الأشرف للطلاع على إجراءات تأمين الزيارة والخدمات المقدمة للزائرين المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ذكر في بيان أن الشمري يواصل جولاته البيدانية في مختلف قواطع المسؤولية للاطلاع بشكل بيداني على سير الخطة الأمنية والخدمية لزيارة العشرين من سفر مشددا على تكثيف الجهود الأمنية والخدمية وتسخير الإمكانات في عملية نقل الزائرين القاصدين نحو كربلاء البقدسة بعجلات الأجهزة الأمنية فضلا عن عجلات المؤسسات والدوار الحكومية الأخرى وتخفيف العبء عنهم نعود إلى شبكة مراسلين في طرق الزائرين ينضب معنا مراسلون من باب الهمام الموسوي همام مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية كيف تسير المسيرة الراجلة؟ ما حجم الزوار؟ كيف هي الخدمات؟ همام إن كنت تسمعني سأعيد عليك السؤال مع اقتراب الزيارة الأربعينية كيف تسير المسيرة الراجلة؟ ما حجم الزوار؟ كيف هي الخدمات؟ نعم أسمعك الآن أعظم الله جورنا وأجوركم زميلي مزلم في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نعم اليوم في محافظة باب الازيارة وصلت إلى ذروتها فالكثير من المواكب الحسينية المنتشرة في هذه الطرقات هي تسير هي تقدم الخدمة لزائري الإمام الحسين عليه السلام ملايين الزائرين دخلوا إلى محافظة باب الوهم يحثون الخطى صوب سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام هنا انتشرت أكثر من عشر تالاف موكب خدمي انتشرة على كل الطرقات المؤدية صوبة كربلاء المقدسة في محافظة باب الهدعش محور يسلكه الزائرين وصولا إلى كربلاء المقدسة يبدو أن هناك مشكلة في الصوت سنعود لهمام لاحقا في حال تصليح هذا الخلل ما زلنا معكم مشاهدين الأكارم حيث أكد وزير الصحة صالح الحسناوي أن المؤسسات الصحية قدمت خدمات لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر منذ انطلاق خطة الإسناد الصحي الخاصة بزيارة الأربعين وكان بيان للوزارة ذكر أن الحسناوي زار محافظة كربلاء المقدسة برفقة وفد وزاري من مركز الوزارة للإشراف شخصيا وميدانيا من مركز العمليات الميداني قرب الحرم الشريف على تنفيذ خطة الدعم الصحي لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأضاف البيان أن الوزير اطلع فور وصوله على انتشار المفارز الطبية وسير العمل في أجر زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للزائرين وجه محافظ بغداد محمد جابر العطى بتسخير أكثر من ستين سيارة لنقل الزائرين المتوجدين في مدينة الكاظبية المقدسة دعما للزيارة الأربعينية العطى ذكر في بيان أن محافظة بغداد أطلقت قوافلها لتجهيز مدينة كربلاء المقدسة بمليون قدح ماء كوجب أولى دعما للزيارة الأربعينية بالإضافة إلى توفير مئات السيارات لنقل الزائرين مجانا ومئات السيارات التخصصية لتقديم الخدمات البلدية داخل كربلاء لفتا إلى وجود سيابية وتنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية في عملية تفويج الزائرين أعلن وزير النقل لرزاق محافظة مشاركة 16 قطارا وأكثر من 700 باص لنقل الزائرين بيان للوزارة ذكر أن الوزير يشرف الآن ميدانيا على عملية تفويج الزائرين من محطة قطار البصرة إلى كربلاء المقدسة مشيرا إلى أن محابس رافق الزائرين وعشرف على تفويجهم بدءا من وصولهم إلى منفذ الشلامشة وحتى نقلهم إلى محطة القطار فيما تفقد المواكب الحسينية واثناء على الجهود الخدمية لأصحاب المواكب اشتركوا في القناة يحيي العراقيون اليوم الذكرى السادسة والأربعين لذكرى انتفاضة صفر ضد النظام البعثي القمعي حيث يستذكرون صمود أتباعه للبيت عليهم السلام في مواجهة الطغيان والحفاظ على الشعائر الحسينية وزيارة الأربعين وثورة أصحاب المواكب الحسينية حينما منعته بالسلطات الحاكمة أنذاك من إقامة الشعائر الحسينية ومسيرة الأربعين الراجلة كما يستذكر العراقيون دور شهيد المحرام في هذه الانتفاضة المباركة وتأكيده على حق المؤمنين بإقامة الشعائر الحسينية انتفاضة صفر انتفاضة صفر كانت صفحة من صفحات المواجهة مع النظام البعثي البائد وأبرز التبسك المؤمنين بالشعائر الحسينية والزيارة الأربعينية وكان لشهيد المحرام دور كبير وكان المحرك في هذه الانتفاضة الخالدة المزيد في التقرير الآتي قبل أكثر من ستة وأربعين عاما كانت المواجهة بين زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وسلطة القمع البعثية التي جثمت على صدور العراقيين لأكثر من خمسة وثلاثين عاما هي انتفاضة صفر عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ميلاديا في تلك اللحظة التي عممت سلطة قراراتها بمنع المسيرة الحسينية السنوية الراجلة إلى كربلاء المقدسة السلطة اجتمعت برؤساء المناطق والمواكب الحسينية وأبلغتهم بقرارها إلا أنهم لم يمتثلوا لحكم الطاغية طلائع الانتفاضة بدأت في النجف الأشراف حيث اتجه ما يقارب من مئتين وخمسين ألف شخص صوب الطريق الرئيسي المؤدي إلى كربلاء المقدسة وعند اقترابهم من ناحية الحيدرية اشتبكت بالسلاح الأبيض مع القوات الحكومية المحلية المسلحة فسيطرت على مديرية الشرطة والسجن وأطلقوا سراح المسجونين الذين تم اعتقالهم قبل الحادثة بساعات وأخضعوا المدينة لحركتهم وجاءت أوامر السلطة الحاكمة بسحق الانتفاضة بلا رحمة وأوحات للجيش بأن هذا التمرد هو من أجل الإطاحة بالنظام وأن المتمردين يتلقون الدعم من جهة أجنبية ثم حوصر المتظاهرون من قبل عدة أرتال من الدبابات والمدرعات وقوات المشات التي وصلت إلى منطقة خان النخيلة مرست سلطة أبشع وسائل القمع بحق المنتفضين حيث تم اعتقال أكثر من ثلاثين ألف شخص واستطاعت أن تقمع الانتفاضة وكان لشهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه دور كبير في الانتفاضة وتوجيهها لاتجاهها الصحيح وتفويت الفرصة على النظام بقمع الزائرين والمنتفضين وقد أرسل من قبل سيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى أصحاب المواكب المنتفضين لقاء سماحته معهم كان في منطقة خان النص وأكد على ضرورة استمرار الشعائر الحسينية كان رضوان الله عليه يرى في هذه المسيرة الحسينية نهضة إسلامية وتمهيدا لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السلطة أصدرت أحكاما تع السفية بالسجن المؤبد ضد ستة عشر من قادة الانتفاضة بينهم شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه السلام على ثوار انتفاضة صفر وسلام على شهيد المحراب في ختام المرصة الخبري نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته